تاريخ مواجهات مصر والسنغال لعبه 14 مواجهة مصر فازت في 7 السنغال فازت في 5 والتعادل كان في المباراتين أهداف مصر 12 وأهداف السنغال 8 يعني التفوق لمنتخب مصر طيب تعالوا بصباح للرقم ده مهم جدا إحصائيات لعيب منتخب السنغال مع عنديتهم بعد العودة من أمم أفريقيا إدوارد مندي شلسي شارك في 9 مباريات اللي هو أفضل حاليس في العالم استقبل 3 أهداف شباك نظيفة 6 مرات فازت بكأس العام الأندية وخسر كأس كارباو قدام ليفربول شارك من بوناسار بوناسار لاعب نادي بايرن ميونيخ على فكرة ما عملش حاجة يعني بعد كأس الأفريقية هو مش لعب أساس بايرن ميونيخ من المناسبة بوناسار يعني بوفار هو اللي بيشارك بشكل أساس بوفار طبعا المدافع المنتخل الفرنسي هو اللي بيشارك بشكل أساس شارك في مبارتين فقط صنع أهداف ولا هدف ولا سجل ولا هدف كليدو كليبالي طبعا مدافع نادي نابولي العملاق لعب عليه كتير محمد صلاح في دورة أبطال أوروبا في أوروبا ليج وأيضا في كأس الأم الأفريقية شارك في تمام المباريات صنع ما صنعش ولا هدف ولا سجل ولا هدف واستقبل فريقه 11 هدف عبدو ديالو لاعب نادي باريس سان جرمان مدافع عملاق وقوى جدا السنائي مع كليبالي شارك في ثلاث مباريات ما صنعش ولا سجل ساليوسيس لاعب نادي نانس ليوريoh الفرنسي ليفت باك شمال بتاع منتخب أسنقا شارك في خمس مباريات ولم يصنع ولا هدف يسجل نابلس مندي لاعب نادي الإسター سيتي لاعب وسط ملعب قوى جدا شارك في تلاث مباريات ولا هدف يصنع ولا هدف يسجل يديس loop لاعب باريس سان جرمان لاعب الوسط أيضا قوى جدا ونراع جدا شارك في ستة مباريات ولم يصنع ولم يسجل شيخة كياتي لا عمنادي كريستان بالاس الإنجليزي شارك في سبعة مباريات ولم يصنع وسجل هدف نضم مصد ملعب قوي جدا طبعا اسماعيل أسهار لا عمنادي واتفورد شارك في أربعة مباريات صنع هدف ولم يسجل فمارة ديدو لا عمنادي ألانيا سبور شارك في ستة مباريات وصنع هدف واحد وسجل هدفين طبعا ساديو ماني لعب ليفربول شارك في عشر مباريات صنع هدف وسجل أربع هدف وحقق بطولة كأس كلاباو مع ليفربول ومع محمد صلاح طبعا باب جاي لعب نادي مارساليا شارك في سبع مباريات وصنع هدف واحد وسجل هدف واحد بولاديا لعب نادي بفيريال اسباني شارك في ست مباريات لم يصنع وسجل هدف واحد بابا ديانج لعب نادي مارساليا شارك في ست مباريات ولم يصنع ولم يسجل غالبا هنشارك في مباريات للمصر